أفهم أكتر طبيعة الحادث اللي حصل النهاردة والتنظيم الذي يقف وراءه وهل استخدام التعبير التي يتم استخدامه في بعض الأحيان الخاص بي تطور نوعي هل هذا يعني أننا أمام تطور نوعي بالفعل وما الذي تعنيه هذه العبارة في التحليل بالنسبة لهذه العمليات الإرهابية مشرفنا في هذا الجزء من تغطيتنا وهو الجزء الأخير الباحث المتميز الأستاذ أحمد كامل البحيري الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهل المصارف كنت أتحدث معك قبل الهواء بأن هناك بيان يزعم أنه لولاية سيناء تعلن في مسؤوليتها عن هذا الحادث لكنها قلت لي ده بيان مضروب صحيح طبعا ده مش معناه أن التنظيم بيت المقدس وولاية سيناء ما يكونش متورد في هذه العملية برغم أنه هو الأقرب للقيم بهذه العملية لكن ما خرج من نص بيان مزمع نوع مضمون البيان بتحليل مضمون هو ليست لغة المتابعة في كتابة البيانات الخاصة بتنظيم بيت المقدس سواء من حيث المضمون سواء من حيث ورفة العملية للبيان رقم 37 من حيث أنه يضع إمضاء بإسم أحد العناصر على البيان لذلك أعتقد أن البيان لم يخرب بشكل رسمي من قبل تنظيم بيت المقدس وهذا لا يعني أن التنظيم مش متورد لكن هو لم يصدر حتى هذا بحظة من المؤشرات بتقول أنه هكذا يبدو أنه هذا تنظيم صحيح تنظيم بيت المقدس اللي أعلن ولاءه لداعش قال له ما يطلق عليه تنظيم ولاية سيناء برغم أن أبي حبيش أصدم هذا المصطلح طبعا عندك حق في كولاية سيناء لأنهم أرادوا الاسم ده عشان نردده كثيرا في الإعلام صحيح ولهم دلول على ما يسمى بقامة الدولة والخلافة صح عندما أتحدث عن خلافة إسلامية في سوريا والعراق أو مقرها في العراق نتحدث عن ولايات تابعة للدولة جزء من هذه الولايات سواء كانت دولة كبرى زي الدولة المصرية أو ولاية سيناء ولاية الصعيد الولاية في تبرو الولاية في دارنا هذه المصطلحات تلل على وجود دولة بالفعل تحت هذا المصطلح وأنا مش بستغيث استخدام هذا المصطلح بشكل كبير ولكن بستغيث بما يسمى بمصطلح تنظيم بيت المقدس اللي هو قام على هو بلاية سيناء خرج مش خرج من عبادة هو تنظيم بيت المقدس لكن تحول فقط في فك الارتباط ما بين القعدة وداعش وغير اسمه من تنظيم بيت المقدس لتنظيم ولاية سيناء التابعة للدولة الإسلامية سمت حالة من العداء كانت قد ظهرت في سنائية واضحة ما بين داعش وصوفي منذ فترة والمتخصصين والمتابعين زي حضراتكم ما استغربوش من مسألة أن يتم استهداف مسجد للصوفي ربما نحن كمواطنين نتعجب من مسألة استهداف مدنيين في المساجد أو أبرياء في المساجد قبل نخش في التحليل خلينا أرى الحريك رسالة كانت نزلة في جارية المبأة الداعشية حوالين الصوفية من داعش وخرجة من الإفتاء الداعش داخل التنظيم الأم وهي بعنوان ما هي رسالتكم دحور بيتم مع المسؤول عن الإفتاء ما هي رسالتكم إلى مشريك الصوفية في ولاي السيناء بيكلامها بسيناء فقال نقول لجميع الزوايا الصوفية شيوخا وأدباعا في داخل سيناء وخارجها أننا لن نسمح بوجود طرق صوفية في ولاي السيناء ويقصد هنا ولاي السيناء مش معنا التنظيم نتكلم عن ولاي السيناء اللي هي المكان الجغرافي في ولاي السيناء خاصة وفي مصر عامة وأننا لنريد لكم إلا الهداية فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وأن نتحاكم إلى كتاب الله والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لكم تعلموا التوحيد والإيمان ولتعلموا أن المجاهدين في سبيل الله ما خرجوا وما جاهدوا إلا لإقامة التوحيد وإزالة أشرك كلام طويل لكن خلال نقول آخر حاجة وآخر ما نختتم به كلامنا هو أن نحمد الله على مرزقنا به من نعمة للتوحيد والجهاد وأنه أهل الحمد سبحانه وتعالى وأن طريق أصحابي والتابعين من بعدي فقول خير في أدباع سلفي ويصف هنا هوة السوفيين بالقفر والإشرق فهذه رسالة كانت خرجت في جالية النبأ تضع لحد الفاصل في فقه داعش أن السوفية هي واحدة من أدباع القفر لأن ربطها عند الفكر الداعشي هو مربوط بالشيعة الشيعة بتمثل إيه داعش؟ كان هناك خلاف قامة ما بين القاعدة وداعش حاولين ما يسمى بالعدو القريب والعدو البعيد الععدو البعيد هو استهداف إسرائيل استهداف أمريكا الدول الغربية التي تحارب الإسلام حتى ما بيستهدف داخل مصر وبيستهدف معطني سياح فكل العملات اللي حصلت من التوحيد والجهاد في سينة في 2004-2006 طابة وشرم الشيخ ودهب حصلت اتجاه سياح وطابة حصل اتجاه سياح إسرائيلي موجودين في سيناء أو سياح أجانب في جلوب سيناء فهو بيتكلم عن العدو البعيد بما فيه أدباعه في الداخل وإده فكر القاعدة طول عمره حتى التنظيمات القاعدية في مصر في فترة التسعينات حتى في أحداث اللقصر في نهاية التسعينات كان بيستهدف سياح أجانب حصل تحول عند فكر الداعيشين أو تنظيم بدأ ببلاد الرافدين أو المصعب الزرقوي لتحول بعد ذلك إلى تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية هو القتال الواجب علينا هو العدو القريب العدو القريب ما يقصد به إلا المسلمين الشيع المسلمين الصوفيين المسحيين النظام الحاكم داخل الدولة وليس البعيد طيب واحد يمكن يتكلم طب لماذا تستهدف داعش أوروبا الآن ما هو ده عدوه بعيد حصل تحاول خلال العام الأخير وخاصة مع تراجع تنظيم داعش إلى حد ما مع بدء الضربات ليه ما يمكن أن أنا أطلق عليه قاعدية الفكر داعشية الفعل يعني إيه التنظيمات الآن أصبحت تقترب إلى حد ما من قاعدية الفكر إن داعش لم يصل إلى تأصيل نظري حقيقي في أدبياته الفقهية بخلاف القاعدة القاعدة عندها تأصيل نظري حقيقي لذلك كتير جدا من التنظيمات الآن وده كنشاهد عليه حادسة الوحاد إن بدأت تحصل تقارب ما بيحدث لتنظيمات داعشية إلى تنظيمات قاعدية بشكل أساسي لكن ممارسة الفعل في بشاعة التنفيذ في الممارسات بطلب داعش أكثر وحشا موجود عشان كده أنا أتكلم أني الظهور الجديد للتنظيمات الإرهابية أو ما يمكن أن أطلق عليه ماذا بعد داعش تنظيمات قاعدية الفكر داعشية الفعل أو التكتيك وده هكون حاجة بشعة أني أنا الجزء اللي كان ناقص عندي داعش هو القسم الفقهي وكان كتير جدا من المسؤولين عن داعش وهم أغلبهم قادمين من التنظيم القاعدة سواء كانت الفروع أو الأصول في بلاد الرفيدين هي قاعدين الفكر فكان عندهم قدرة في الحوار والتسقيق لكن عندما حصل دخول كبير جدا من عناصر غيء ليست متربية أو مستقطبة بالقواعد الفقهية المتبعة فيها في تنظيم القاعدة بقى عندي جيل جديد عنده ضحف في البنية الفقهية الجهادية وده بدأ يظهر أنه بدأ يخش عند في داعش عناصر زيادة السجل الإجرامي وعناصر بيتم استكتابهم غير متأصلين من تربية المساجد أو الاستكتاب العادي عناصر تم استكتابهم عن طريق الثقر من حالة المظلمية أو الثقر أو حالة الاستكتاب على أسس عرقية وطائفية كما حدث في العرق وده اللي دعبت عليه داعش في أوروبا صحيح فكتير قم تتلاقي من اللي قاموا بالعملات الإرهابية في أوروبا لو شفتي جزرهم المتطرفة أو الفقهية دي فيه ناس عندها سجل الإجرامي أصلا وناس لم تتمكن من الوصول إلى الفقه ده هي لسه ما قبلش كم شهر أصلا انتمائهم حتى لو عن طريق السوشيال ميديا إلى تنظيم داعش فبدأ يبقى التنظيم يلجأ إلى توسيع نشاطه باستكتاب أكبر عدد ممكن بغض النظر عن كفاءة العنصر فقهيا أو تربية إسلامية من عدمه ده هيعمل حالة أنه محتاجة للتنظيم أنه يعيد تقصيل نفسه مرة أخرى خاصة مع الانهيار دي نقطة خطيرة جدا لأن داعش هتعالج نقطة البعفة اللي كانت عندها بأنها تقنع ناصرها في فكرة الموت والقتل البشع صحيح وعشان كده الفرق بين أسلوب داعش و أسلوب القاعدة بيقدر نظر عن العدو البعيد والعدو القريب هو أيضا في فزاعة الفعل يعني القاعدة في بعض الحاجات الفكهية نحن نتحدث عن الإرهاب الوسط الجميل الإرهاب النعم الإرهاب النعم مكررة بوحشية داعش العمات الإرهابية اللي بتقوم منها داعش خلينا عشان ما نتشتتش كتير في تفاصيل اللي حصل اليوم هو شيء متوقع مش متوقع حدوثه لكن مش أول مرة يتم استهداف صوفيين نعم تم تفجير ضريح صوفي في وسط سيناء من حوالي 8 شهر الإعلام مركزت على كتير في وسط سيناء ضريح صوفي خلاص تم استهداف الشيخ سليمان طبعا في الفيديو شاهد اللي داعش طبعا في الفيديو شاهد اللي داعش فهنا يعني القريب قبل أيام كانوا قد وجهوا إنذارة صحيح خلال من ثلاثة أيام على بعض السوشيال ميديا أو خاصة تويتر وتليجرام هناك الأخبار عن تنظيم دي بقى أكثر من الإنترنت العام أو موكلات الأنباء من ثلاثة أيام كان فيه حاجة اسمها حضرة في قرية الروضة وهي حصل نوع من أنواع نزول لأعضاء من التنظيم لتهديد القائمين على الحضرة وتوعدهم بعدم قيام هذا المشاط نحن دخلين على مولد النبي والطرق الصوفية وهي الحضرة التي كانت معمولة هي واحدة من الطرق الجريرية الأحمدية هي أحدى الطرق الصوفية الموجودة في شمال سيناء وهي متجزيرة في شمال سيناء والأسبوع ده هو أسبوع الفعل أو النشاط الصوفي بمناسبة قرب مولد النبي فمن ثلاثة أيام حصل نعمل أنواع توجيه رسالة إلى أحد الفعاليات الصوفية اللي كانت موجودة لكن المسجد النهاردة هو بالرغم أنه مسجد يمكن أن يقول أنه تابع لطرق الصوفية لكن المسلم والصوفيين صحيح ده مسجد على الطريق الدولي وبالتالي وفي ناس بتقف تصلي منه وفي ناس سنة يعني السوفيين حتى السوفيين يجي تأذر سنة لكن ليس السوفيين موجودين بيصلوا أنا أعتقد أن العملية اليوم ما كانش مقصود بها السوفيين هو العنوان سوفيين وهيخرج البيان أنهما سوفيين كفروا عشان يحط حجة للفعل الإجرام أنا أعتقد